ام الشريك كمان انا شايفيه حذر يعني ممكن يكون عارف شوية اللي بيدور في جمازك هو حذر منك شوية فيه حب اه في حب اه بيفكر فيك كتير اه بيفكر في حل للعلاقة دي اه يعني انتو تقريبا ممكن تكونوا مرتبطين بقى لك كتير علاقة 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 روحية بينكم قوية بس بعضكم يعني انا اسفى برج العزراء ممكن يكون للبعض انت برج العزراء انت اللي عملت حاجة في الشريك انت بعت انت غادرت انت خدعت شريك عليهم اه تعبين بيدفع عن نفسه اه بيدفع عن مشاعره بيدفع عن الحياة بيدفع عن حاجات كتير فانا شايفة ممكن يكون للبعض اه برج العزراء انت او هو الشريك شايفت كده انك انت اه غادرت بحب اه بحياة بعلاقة وبحاجات كتير وشايفة فيه طرف تلك يا جماعة في العلاقة اللي اه النصيحة بتاعتك اه يعني انت محتاج تكون صريح مع نفسك برج العزراء محتاج تكون صريح مع نفسك اه محتاج اه تشوف الامور اه بشكل اوضح اه تفسر بحكمة وعقل اه تبعد ولو حاجة زي يعني بص هنا النصيحة ماشية مع القراءة القراءة هنا كان فيها غمود كتير في حاجات مش معروفة اه مش معروفة كتير هنا بيقولك انك اه بتفكيرك بعقلك تقدر تنور لنفسك الطريق والحاجات اللي انت ما تعرفهاش اه هتعرفها يعني في حاجات انت ما تعرفهاش هتعرفها قريب ولو الشريك هو اللي في حاجات ما يعرفهاش هيعرفها قريب ان شاء الله ده بالنسبة للمتزوجين من برج العزراء نروح للمنفصلين والمطلقين للمواريد برج العزراء القراءة للمنفصلين والمطلقين من برج العزراء تقطق في الاول يا برج العزراء منفصلين ومطلقين انا شايفة بعض اه ممكن للبعض يكون اه الطرف التاني او الطرف اللي انت منفصل عنه اه يكون متافر او تكون في علاقة حب مع حد متافر بس انا شايفة اه رحيل يعني فيه حزن وفيه انقطاع يعني فيه انقطاع تواصل تماما بالنسبة لك يا برج العزراء مطلقين منفصلين اه شايفك اه في الوضع الحالي اه فيه حاجات كتير جدا انت بتفكر فيها يعني مش في الوضع الحالي في الماضي القراءة عشان تكونوا عارفين هتكون ماضي حاضر مستقبل بازم الله اللي ماضي انت اه يعني شايفة كان فيه علاقة حب فيها تفاهم كتير اه شايفة اه طرف بعد شايفة فيه غدر اه شايفة اه طرف يا برج العزراء دوت انت شايفك مجروح كتير جدا من حاجات كتير وحصلت مش حاجة واحدة بس علاقة شايفت خارج من علاقة علاقة كان فيها حب اه لكن كان فيها صعوبات كتير جدا انت مرت بيها اه كمان اه انت كنت يعني زي ما تكون ماشي العلاقة بالااا بالطبر يعني مش اكتر يعني انت مكنش بتعمل اي حاجة في العلاقة اه انت كمان ممكن تكون شايفة ان تكون قدمت فيها كتير ممكن ده حب حياتك يعني ممكن تكون علاقة قوية بقالها سنين او هو ده الحب اللي في حياتك اللي مفيش غيره اه شايفكم في وضع متكتف اه ممكن يكون بعضكم كمان تعرض لسرقة او لغدر يعني في الغالب هي سرقة ممكن السرقة على فكرة تكون سرقة مشاعر سرقة عمر سرقة اه اه حياة يعني حاجات كويسة في حياتك مش شرف بتكون اه سرقة بس مادية اه في الوقت الحاضر انا شايفك بتشيل مسئولية كبيرة جدا يا برج العزراء عندك حمل كبير مضغوط اه واقف في مكانك رغم انك عندك حاجات كويسة كتير قوي ممكن تقدمها بس واقف في مكانك بسبب الحمل الكبير والتقيل اللي عندك ده انت مش قادر تتحرك مش قادر تعمل حاجة اه ببص على الماضي اه شايفة بعضك وبيبص على الماضي ومستني علاقة من الماضي والبعد الثاني عايز علاقة جديدة تماما ومش عايز يفتكر الماضي باي شكل خالص يعني لقدام لقدام ده وضعك الحالي بتكلم عن وضعك الحالي لحد دلوقتي اه وضعك الحالي كمان ممكن يكون بعضكو دخل في ارتباط ممكن يكون بعضكو اه عايز يدخل في ارتباط جديد لان شايفة برضو هنا انت بتتيب الماضي يعني انت ميدي دهرك في الماضي اه وعايز تدخل في علاقة حب جديدة وفي ارتباط جديد وبتفكر اه ممكن بعضكو يكون واخد وقت مع نفسه انه يفكر في العلاقة جديدة دي اه شايفة للبعض منكم منصفين مطلقين شايفة في علاقة الزواج اه شايفة في زواج كذا كانت الزواج شايفة في رجوع اه شايفة في انهاء علاقة اه كانت صعبة جدا بالنسبة لك يعني انا شايفة في هنا يعني انت مريت بالزيء في علاقة فيها خدعة فيها سرقة اه فشايفة هنا انت بتكرر فين هي علاقة او في علاقة انت مش عايز تريع لها اه الثرف الثاني بالنسبة اه هنتكلم الاول عن المستقبل وبعد كده نشوف الثرف الثاني لو انت عايز تعرف هو بيفكر في ايه اه المستقبل انا شايفة عندك فيه اعلاقة حب اه يعني رومانسية جدا يعني فيها حب اه تفاهم اه يعني فيها حاجات كتير انت بتتمنيها وممكن دي تكون رجوع على فكرة لاني شايفة اه اللي بعدها اه شايفك منتصر منتصر والانتصار ده اه واضح لكل الناس يعني انتصار بينك وبين نفسك اه بينك وبين الشريك لأ انتصار واضح جدا لكل اللي حواليك وكمان هيبقوا فرحانين بيه وفحورين بالانتصار ده يعني انا شايفة ناس كتير بتهنيك بتهنيك على اه زواج ارتباط اه او رجوع على الطرف التاني اه وممكن يكون رجوع على الطرف التاني لان انا شايفةك هنا برضو البعض لسه بيبص عليه شايفة وضعك هيكون مستقر جدا اه في المرحلة اللي جاية شايفة وضع مستقر اه يعني اه بعد كتير لغبطة انت هتقدر اه يعني تسيطر على حياتك على امورك مش هتبقى مترد تاني ولا خيط تاني لأ انت واقف وعارف انت تستعمل ايه وكمان كأنك عرفت ايه اه كأنك عرفت اللعبة بتتلاقي بازدي يعني خلاص انت بقيت ساكت وبقيت عايز تدخل جوه تفكير الطرف التاني او الشخص اللي قدامك فانت مش هيتضحك عليك تاني بالنسبة لك انت يا برج العزراء اه اه الطرف التاني انا شايفة يعني قاكل على مشاعره مش اه مبين ان هو اه يعني يعني مش عايز يا تواصل اه او اه بس الطرف التاني على فكرة يا برج العزراء برضو ممكن يكون للبعض منك هو يكون عايز العدل معك يعني عايزك تفكر بعقلك وتاخد حل عادل بالنسبة لموضوع الانفصال انه ممكن يكون بعضوكو فيه انفصال اه بس من غير طلاق اه وعلى فكرة هو اللي بعضوكو عشان كده بقى عشان كده فيه رجوع هو سهلا بيشتغل على حاجة في العلاقة اه كمان اه فيه حب عنده عنده حب ليك كبير بيحلم بان انتو تبقوا مع بعض تاني اه وبيشتغل على العلاقة وفيه ممكن يكون فيه حاجات بيعملها اه بيعني بيكذبك باي نوع من انواع الحاجات يعني فيه حاجات بيعملها او حيل المهم يعني ان هو يعني ممكن يرجعلك بس الطرق كده مش مش مباشرة يعني مش جاي لك هو صريح لا اه فيه طرق كده مش مباشرة لكن فيه حب اه فيه حب وفيه اه وفيه يعني طرف بيسالد بالعدل وفيه ان هو مسيطر على مشاعره مسيطر على قلبه اه علشان ما يزهرش ضعف ده ممكن هو مش عايز يزهر ضعف لان فيه حب كبير جدا مش عايز يزهر ضعف وعايز يكون فيه جوع بس بس طرق تانية غير اه مباشرة انه فيه حص تاعتك بنسبة اه لبرج البرج بالنسبة لبرج العزراء اه انت عندك بداية جديدة فيه علاقة انتهت ديس لا لك اه فيه اه فيه بعدها بداية جديدة اه حاول في البدايات الجديدة تغير من طبعك ومن شخصيتك حاول تكون غامض اه حاول تكون بتسيطر على مشاعرك اه الحاجات اللي كنت بتعملها ما تعملهيش اه 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 اتعامل يعني الكاهنة دي بتقولك يعني انك تاخد الوضع ده بتاع الكاهنة اللي هو انت انت بتقدر تسيطر على مشاعرك بتقدر تتصرف بعقلك اه مش مش اندفاعي ومشاعرنا ما ندهاش لاي حد وكمان مطلوب منك يكون عندك شوية غموط يعني ما تبقاش واضح قوي كده لأ خلي عندك شوية غموط ده احتفظ بيوم لنفسك عشان دايما تكون اه يعني جزئد للطرف التاني اه الابراج اللي موجودة يعني اقول الاول الطاقات اللي موجودة الطاقات اللي موجودة من الطاقة النارية طاقة مائية اه هوائية كتير عندك هوائية والطاقة الترابية الابراج شايفة معيك الصور شايفة معيك اه الميزين شايفة معيك اه السرطان الاسد اه العقرب اه ابراج كتير موجودة معيك اه برج العزراء دي الابراج اللي انا شفتها وبرج الحمل كمان موجود معيك برج العزراء زيك موجود معيك اه بالتوفيق للجميع ان شاء الله اه ونروح للعازبين والغير مرتبطين من برج العزراء الكراءة اه كراءة شهر اغسطس بالنسبة للعازبين والغير مرتبطين اه ماضي حاضر متقبل انا شايفك في الماضي انت يعني كنت حد مبسوط قوي سعيد فرحان اه كمان شايفك كنت في علاقة حب بعضكم اه ممكن تكون اه كنت اه يعني طرف تلت في علاقة حب انت تكون فيها طرف تلت او في علاقة حب اه دخلها طرف تلت لكن انا شايفك انت في الاول انت كنت المبسوط كنت سعيد اه عايش حياتك بشكل كويس اه 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 حبيت شخص شايفك فيه في حياتك شخص انت كنت عايز تفوز به فعشان كده كمان ده بيأكد وجود الطرف التالت انت كنت عايز انت اللي ستوج بالشخص ده اه 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 شايفت لبعض لكم العلاقة دي اه اه اتهدت احمال اتهدت يعني من 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 بدايتها اه في كتير اه يعني في كتير اه اه في القراءة في بعضكم يعني اه انت كنت يعني انت كنت حذر على فكرة انت كنت في علاقة انت كنت فيها طرف تلت التقات الموجودة انا شايفة ثقات نارية موجودة معك كتير في الفقراءة وبالنسبة اللي عازلين وزير مرتبطين النارية كتير جدا معاك والااا والترابية بالد هوائية البسيط وفي مائية الابراج اللي موجودة معيك عقرب حمل اسد. آآ سور. آآ عزراء. آآ. الاسد جاي لك كتير. آآ عزراء كتير الموجودة سرطان. المهم انت كنت في علاقة انت كنت عايز تفوز فيها بالطرف ده لكن انت آآ يعني شايف البعض ممكن يكون خرج خسران او الطرف التاني هو اللي خرج خسران من العلاقة آآ فيه انسحاب وفيه رحيل آآ شايفة طرف التاني او انت بسعت عن نفسك قدامه بسبب العلاقة الثلاثية دي آآ وبعدها كان فيه الانفصال او انكساع العلاقة آآ آآ انت بعضوك العلاقة دي انت مستني فيها تواصل يعني مستني ان هي ترجع تاني بتفكر فيها بتبص عليها حاسة ان انت وقتها كنت آآ عايش حالة حب حلوة قوي عايز ترجع لها تاني آآ شايفة بعد تفكير على فكرة يعني بعد تفكير وبعد موازن اموره انا شايفة الطرف التاني آآ بعد آآ العلاقة دي ممكن تكون آآ انتهت بسبب كده ان هي في حاجة اتعرفت في حاجة آآ اتعرفت او بقت معروفة لناس حواليكو آآ الوقت الحاضر انت يعني حاسس انك تشايل حمل كبير جدا فوق طقتك آآ يعني بتحب الطرف التاني ده في عندك حب كبير جدا لي آآ لكن انت آآ مش قادر تشوف انت باطس على العلاقة وباطس على كل اللي كان بيحصل فيها عمالك في الزكريات ومش قادر تشوف اي حاجة تاني حواليك آآ في عندك علاقة حب جديدة آآ انت كمان عندك اللي يتقدمه بس انت واقف في مكانك انت مستني حد معين هو اللي تكون معاه او هو اللي يجي ويتكلمك آآ على فكرة الحد ده ممكن يرجع وممكن يجي ويتكلمك لان هنا بيقول لك انك انت تصبر وان في عرض هيجي لك وآآ وان انت الانتصار او الفوز اللي انت كنت بتحلم دي او بتتمنيه في الداية العلاقة آآ هيتحقق لك ان شاء الله آآ في المستقبل آآ شايفة بعد آآ رحيل بعدوكو في عند دول العزبين والغير مرتبطين في عندك ارتباط آآ بس شايفت الارتباط ده هتبقى قاتل على قلبك شوية بحافظ على مشاعرك شوية مش هتبقى آآ بنفس العفوية ونفس الانطلاق اللي اللي انت كنت فيه مسلا في علاقة قبل كده يعني مش هتكون لكن في علاقة الضواج وعلاقة الضواج فعيد كمان آآ آآ في زواج في زواج وبقوة آآ في آآ في زواج آآ ولا يفي رجوع على علاقة ازيمة او ممكن يكون في رجوع على علاقة ازيمة وحياة سعيدة في علاقة كانت موجودة في الماضي آآ انت كنت افتكرت ان هي خلاص دي مش هترجع ثاني لكن في زواج وبعد استشفاء ان شاء الله انت محتاج ان انت تاخد وقت مع نفسك او ممكن الطرف الثاني لو انت زعلين انت وحد يكون في حالة استشفاء او بياخد الوقت مع نفسك وبعد كده هيجي وهيكلمات آآ في زواج آآ بعدوك على فكرة ممكن يكون محتار بين شخصين ممكن يكون عنده اختيارين آآ محتار بينهم آآ لكن هتقدر تكرر وهتقدر تختار انا شايفة العلاقتين اللي انت محتار بينهم الاتنين حب والاتنين ارتباط والاتنين زواج آآ فهيما الفرار هيكون في ايه بس انت يعني آآ بس حاول تطلع من حالة الحزن والاتقاب انت عندك حزن والاتقاب آآ فكر آآ يعني ازاي تخلي يعني يعني هنا بيقولك انه آآ انت قردي فيه عندك علاقة فعلا انت حد يا بقى انت خالص انت حدين جدا بسببها بس تفكر بحكمة آآ تفكير بحكمة هيفيه دك في انك انت تعرف اللي حصل ده حصل ليه آآ عشان تقدر توصل لحلول آآ فيما بعد آآ شايفة كمان آآ بالنسبة للمصيحة بتاعتك آآ انك ما تترددش بليش تتردد حاول تاخد قراراتك آآ بشكل واضح وبشكل سريع وبشكل قاطع يعني ما تقولش كلام وترجع فيه او تقول حاجة وتغيرها او كل شوية تبقى بحيل حاول تسيطر على مشاعرك وتوازن بينها آآ عندك آآ لو انت عملت كده انت عندك علاقة حب قوية جيد دانس المرحلة اللي جاية آآ انت اللي في ايدك تنجحها ده بالنسبة لبرج العزراء آآ شهر اغسطس بالنسبة للعزرين والغير المرتبطين لا تنسوش اللايك والشير والسابسكايب آآ وآآ وتفايل الجرس عشان ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر